وتنفيذ للتوجيهات الرئاسية تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ميناء الأسكندرية لمتابعة الإفراج الفوري عن السلع والبضاء بمختلف الموانئ ووجه مدبولي بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضاء بمختلف الموانئ بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق وإحداث توازن الأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين هذا وأشار مدبولي إلى أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وطيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضاء وصرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج حيث أعلنت مصلحة الجمارك الإفراج عن بضاء بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن